مرحبا بكم في قناة التعلم الإنجليزية معا اليوم إن شاء الله فيديو جديد لسنوات أولى متوسط نحن الآن نركز على سنوات أولى متوسط لأننا في وضعية كما قلت سابقا في وضعية إدماجية ولأن المقطع الذي دخلنا إليه كان محذوف العام السابق وهذا العام قد أدمج في البرنامج لذلك علينا أن نراجع جيدا هذا المقطع بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله ستكون فقرة جديدة ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديد لنبدأ إذن أعزائي في الفيديوهات السابقة كنت وضعت ثلاث فيديوهات أو ثلاث مواضيع حول سنوات الأولى متوسط إنجليزية للفصل الثلاث كان في الفيديو الأول نموذج امتحان حول الحقوق والواجبات ثم تطرقنا إلى الوضعية الإدماجية والتي كانت حول أي توقيت المدرسة والمواد التي ندرسها في العام الدراسي ثم تطرقت إلى وضعية إدماجية أخرى وهي الحقوق والواجبات لأنه كان سؤال مطروح كثيرا حول هذه الوضعية الإدماجية وهي أيضا مقترحة كثيرا في الامتحانات لذلك راجعوها وسأضع الفيديوهات في صندوق الوصف لتعودوا للفيديوهات وتشاهدوها وتراجعوا بشكل جيد اليوم إن شاء الله ستكون فقرة أخرى لأن في هذا السيكونس نحن نتحدث عن المدرسة إذن تطرقنا في الأول على توقيت المدرسة إضافة إلى المواد التي ندرسها ووضعناها في وضعية إدماجية أو في فقرة ثم إلى الحقوق والواجبات كيف أشكل جملة تتحدث عن حقوقي وجملة أخرى عن الواجبات أيضا وضعت فيديو خاص بالحقوق والواجبات درس خاص بها سأضعها أيضا في صندوق الوصف ثم وضعت وضعية إدماجية جمعت فيها الحقوق والواجبات كيف أعبر عن حقوقي وواجباتي في مدرستي الموضوع الثالث أو الفقرة الوضعية الإدماجية التي نتطرق إليها في هذا السيكونس وهذا المقطع مهمة أيضا وهي فقرة حول وصف مدرستي أي سأصف الأجزاء الموجودة في مدرستي من أقسام من اختبرات من مطعم المدرسة أين يقع مكتب المدير مثال إلى غير ذلك علينا أن نضعها جميعا في فقرة ونربطها بماذا؟ عندما نتحدث عن الموقع علينا أن نتحدث عن أضرفة المكان كيف نستعمل أضرفة المكان إذن في هذا الفيديو ستكون لدينا فقرة ثالثة وهي حول وصف مدرستي إذن فقرة حول وصف مدرستي إذن أولا التحية إسمي هو ريان أنا عمري 11 سنة إذن في الوضعية الإدماجية بالنسبة للسنوات الأولى المتواصل دائما ما أبدأ المقدمة بتعريف بنفس إسمي وعمري الانتماء إضافة إلى المدرسة لأنه في أول البرنامج تعلمنا هذه الأشياء علينا أن نستعملها ثم في العرض سيكون بطبيعة الحال صغير جدا أو معلومات صغيرة لأنه سنوات الأولى المتواصل لا يمكنهم أن يضعوا في وضعية إدماجية كلمات صعبة وإلى غير ذلك إذن التعريف الأول اسمي هو ريان عمري هو 11 سنة أنا من الجزائر أنا تلميذ في مدرسة الأمير عبد القادر إذن الآن نبدأ بالعرض كما قلت هنا تعريف صغير بنفسي ثم العرض مدرستي هي كبيرة هنا وضعت حرف التعريف أي كبيرة إذن لديها طابقان إن داون ستار في الطابق السفلي داون ستار مع بعض تعني الطابق السفلي داون هنا معناها تحت وستار معناها سلم ولكن عندما تلتقي هاتين الكلمتات تصبح الطابق السفلي إن داون ستار هناك مطعم المدرسة إن فرونت آف سكول يارد الآن أنا أحدد مكان المطعم قلنا أنه في الطابق السفلي ماذا لدينا؟ لدينا مطعم المدرسة يقابل أو مقابل سكول يارد فناء المدرسة هو مقابل لفناء المدرسة and the staff room وغرفة الأستاذ أو غرفة الأساتذة is in the left هي في اليسار or the canteen هي في يسار المطعم and the computer lab وغرفة أو مخبر الكمبيوتر أو الحاسوب is next to physics and biology lab هي بجانب مختبر الفيزياء ومختبر العلوم إذن الآن كما قلت حدد موقع المطعم والفناء قلنا أن المطعم هو مقابل للفناء إضافة إلى staff room غرفة العمل أو غرفة الأستاذة is in the left أي في اليسار or the canteen أي في يسار المطعم and the computer lab وغرفة أو مخبر الحاسوب is next to physics بجانب physics and biology lab بجانب مختبر العلوم ومختبر الفيزياء physics هي الفيزياء وبيولوجي هي العلوم and on الآن أتحدث عن الطابق العلوي on upstairs في الطابق العلوي أو على الطابق العلوي there are about 15 classrooms هناك حوالي 15 غرفة أو قسم and library والمكتبة is at the corner والمكتبة هي في الزاوية إذن عزائي هنا حددنا المواقع الأماكن هنا يمكنكم أن تضعوا تخطيط لمدرساتكم فقط تحفظوا الأسماء الخاصة بكل جزء مثال school canteen معناها مطعم in front of معناها مقابل هذا مهم جدا أساسيات هذا المقطع بالنسبة لوصف مدرستي هو preposition أي أظرفة المكان علينا أن نحفظها هي قليلة جدا ليست في الصعبة in front of قلنا معناها مقابل school yard معناها فيناء المدرسة staff room معناها غرفة العمال is in in the left معناها في اليسار of the counting إذا أردت أن أضع يسار الشيء مثال هنا قلت في يسار المطعم إذن وضعت of لتساعدني على التعبير and the computer lab ومختبر الحاسوب أو الحواسيب is next to هنا next to معناها بجانب physics and biology lab قلنا معناها مختبر الفيزياء والعنوم and on ابسر الآن على الطابق العلوي there are about 15 classrooms إذن حوالي 15 غرفة أو قسم and library library معناها المكتبة is at the chronophia في الزاوية حتى لا أطيل في الحديث كثيرا كما قلت سنوات الأولى متوسط لا يحتاجون لأن تكون الفقرة طويلة جدا إذن إذن إزاي هذه هي الفقرة الخاصة حول أو حول وصف مدرستي هي كما قلت أيضا مهمة جدا يمكن أن يضعوا لكم مخطط في الورقة أو في الامتحان ويطلبوا منكم أن تحددوا المواقع كما قلت بداية يبدأوا بتعريف بأنفسكم كما تشاءون يمكنكم ذكر الاسم العمر الانتماء والانتماء إلى أي مؤسسة ثم تبدأون في وصف المدرسة أول شيء ستخبرونهم حول إذا كانت صغيرة إذا كانت صغيرة تقول it is my school is small أي صغيرة إذا كانت كبيرة تقول is a big هي كبيرة ثم تبدأ في الوصف إذا كان هناك فيها طابقان إذا كان طابق واحد ستذكر فقط ما يوجد على اليمين على اليسار في المقابل بالجانب إلى غير ذلك إذن أعزائي هذا هو الفيديو لنهار اليوم إن شاء الله يكون مفيد لكم إذا كان هناك أي اقتراحات فقط اتركوا لي في التعليقات ولا تستطيع اشتراك للقناة ودعمي باللايك وهذا مهم أن نقرأ على الجرس ليصلكم كل جديد من الفيديو هذا إلى اللقاء Good bye